بيولي ما عندكيش وقت احنا 8 دقايق والحلقة طويلة جدا وفيها مواضيع كتيرة جدا فخليني اقول سريعا جدا القصة اللي معنا النهاردة هي قصة بنت بعت تقولي ان هي عرفت انه ابوها متجوز على مامتها هي واخوتها عرفوا انه ابوها متجوز على مامتها بيعمل مامتها وحش جدا 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 وكلهم عارفين هم متجوز واحدة اصغر منه في السن وانه هم كلهم مشراضين تماما على فكرة ان ابوهم يبقى متجوز على مامتهم وانه كمان بيعمل مامتهم وحش فهم مش عارفين يقولون مامتهم باباهم متجوز على مامتهم ولا لأ يعني بتقولي اروح اقول لماما انه بابا متجوز عليك وانه فيه واحدة تانية في حياته علشان كده هو بيعملك وحش وعلشان كده مش مهتم بيكي ومش مهتم بينا والبيت يضرب يقلب ولا ما اقولش وان قد ايه ما بتحبوش وان قد ايه واخد منه موقف وقد ايه هو بيعملهم وحش وقد ايه يعني مامتها متضررة جدا ومتقزمة جدا من فكرة انه جزء بيعملها وحش ما بينها وما بينه وبيعملها وحش قدام ولاتها طيب فكرنا شوية وانا فريق العمل يعني انت لو باباكي تجوز على مامتك هتعمل ايه وانت لو باباكي تجوز على مامتك هتعمل ايه وكذا المهم انه كافي معا وكافي ضد فانا هقول رأيي انا لانه انا بالنسبالي الاتنين دلوقتي ايكل او متساويين يعني فيه اتنين قالوا هروح اقول لابويا هروح اقول العفل لامي ان ابويا متجوز عليها وفيه اتنين قالوا لا مش هقول لشان خلاص فانا بقول انه لا مش هقول مش هقول ليه مش هقول لانه مش هيحصل تغيير وان حصل تغيير حيحصل للأسوأ لانه ساعتها هيبقى عيني عينك وساعتها والدك هيقول لولدتك اه ان كان عاجبك واحتمالي اتطلقوا وانت في الرسالة بتاعتك قلت انه والدتك يعني طيبة بالزيدة عن نزوم وانها ضعيفة الشخصية وانها ملهاش ملجأ وانه ما عندهاش مصدر دخل فبالتالي هنا المواجهة ما بين الراجل والست بتبقى صاهبة شوية لان انا بيبقى اهتمادي علي عشان كده بقول اشتغلوا عشان كده بقول انجحوا عشان كده بقول خليكوا حلوين لنفسكم لما يكون الراجل او الست معتمد على الراجل بشكل كلي وجزئي في حياتها كلها في طلبات البيت وفي الشوپنج وفي الفلوس وفي مصروف البيت وفي طلباتها ولبساها وحياتها بيبقى صعب قوي انها هتقوله انا عايزة امشي مهما عملنا فبالتالي انت نهاردة لو روحتي قلتي لوالدتك او لأمك انا ابويا متجوز عليكي طبعا هتواكهو ده الحال الاول مع الشخصية اللي انت يعني حكيتي عليها حيسيب البيت وحيطلها والدنيا حتتخرب حالص او مش هتواكهو وحتفضل حبيبتي طول السنين اللي ربنا كتبها لها هتفضل عايشها معزبة ومجروحة ومتدايئة انا دايما وابدا بقول صحابي بقول الناس الحالية it's never too late فيش كده مثلا بالانجليزي بيقولك it's never too late او عمر ما يعني عمرنا منقدر نقول انه فات الوقت الا اذا دايما بقول صحابي الا اذا اكون انا متأكدة انه فعلا فات الوقت فاعتقد في القصة دي انه للأسف الشديد هو فات الوقت